بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله في الدرس بتاع النهار ده عن الخواص العامة لعناصر المجموعة الاولى اللي هي في الزات الاقلاء وده هيكون استكمال لكلامنا عن الدرس اللي فات اول حاجة هنتكلم عن الخواص العامة لعناصر المجموعة الاولى بيقول لكم يا جماعة ان بيوجد الكترون واحد مفرد في المستوى الاخير لزراتهم يبقى عناصر المجموعة الاولى اللي اسمها الاقلاء أول خاصية تمتاز بها أن فيه إلكترون واحد مفرد في المستوى الأخير بتاع زراتها تاني حاجة أن هي بتتميز بكبر حجم زراتها ويزيد الحجم الزري في المجموعة بزيادة العدد الزري هي حجمها بيكون كبير وبيكبر حجمها بالتوالي في المجموعة كل ما يزيد العدد الزري أنا كل ما نزلت عنصر كل ما بيزيد العدد الزري في المجموعة فبالتالي بيزيد حجم العنصر يعني العنصر الذي يلي العنصر الآخر العنصر اللي بعديه بيبتدي يكبر كل ما بنزل كل ما العنصر يبتدي يكبر عناصرها تعطي ألوان مميزة عند إثارة إلكتروناتها إلى مستويات طاقة أعلى يبقى دلوقتي عناصر المجموعة الأولى لما باجي أعمل إثارة لإلكتروناتها عشان الإلكترونات تطلع من مستوى طاقة لمستوى طاقة تاني بتديني ألوان مميزة يبقى أنا لما باجي أعطي العناصر دي طاقة علشان أنقل إلكتروناتها وعمل لها إثارة من مستوى طاقة أقل المستوى طاقة أعلى بتديني ألوان طيب نستكمل كلامنا بيقول لكم يا جماعة لنشطها الكيمياء الكبير بتحفظ بعيدا عن الهواء والرطوبة يبقى بالتالي هي عناصر المجموعة الأولى بتكون عناصر نشطة جدا فبالتالي بنحفظها بعيدا عن الهواء والرطوبة بنحفظها في إيه؟ في الهايدروكاربونات السائلة تمام؟ ليه؟ لأنها بتصدق في الهواء وكمان يا جماعة من ضمن الخواص لعناصر المجموعة الأولى إن هي بتحل محل هيدروجيني الماء مع الأكسوجين بتديني ثلاثة أنواع من الأكسيد وبتحل محل هيدروجيني الأحماض تمام؟ يبقى الخلاصة بتاعة الجزئية دي إن هي أول حاجة حجمها كبير تمام؟ وبزيادة العدد الزري بيزيد حجم الزرات بتاعتها تمام؟ وكمان إن هي بيكون فيه إلكترون واحد مفرد في المستوى الأخير اللي زراتها وبتديني ألوان مميزة مجرد ما بيحصل لها إصارة مش بس كده لأ دي كمان بتصدق في الهواء وبتحل محل هيدروجيني الماء وكمان هيدروجيني الحمض ومع الأكسوجين بتديني ثلاثة أنواع من الأكسيد وبتكون ناشطة جدا كميائين وعشان كده ما بقدرش أسامها في الهواء ولا الرطوبة فبعدها رح أحفظها في حاجة اسمها الهيدروكاربونات السائلة طيب مش بس كده بتكون مع الهالوجينات هليدات آيونية الهالوجينات اللي هي كلور والفلور وكده تمام؟ يبقى العناصر المجموعة الأولى بتكون مع الهالوجينات بتكون دي هليدات آيونية بتكون مع الهيدروجين هيدريدات الفلزات الساخنة بتكون مع الكابريت كابريتيد الفلز ومع الفوسفور فوسفيد الفلز يبقى أنا عندي فلزات عناصر المجموعة الأولى لما جا سخنها وفعلها مع الكابريت تديني كابريتيد الفلز ومع الفوسفور تديني فوسفيد الفلز معظم أملحها الأكسجينية سابتة حراريا طيب ايه هي؟ احنا كده قلنا الخواص بتاعة عناصر المجموعة الأولى يبقى نرجع كده يا جماعة بسرعة أول حاجة إن هي فيه إلكترون واحد مفرد في مستوى طاقتها الأخير وكمان إن هي حجم زراتها كبير وبيزيد حجم زراتها ده بزيادة العدد الزري في المجموعة وكمان عناصرها بتعطي ألوان مميزة لما بيحصل لها إصارة الإلكترونات عشان نقلها من مستوى طاقة أقل للمستوى طاقة أعلى مش بس كده لأ ده كمان ليها نشاط كميائي كبير جدا فعشان كده بحفظها بعيد عن الهوى والرطوبة في مادة اسمها هيدروكربونات سيلة ليه؟ عشان هي بتصدق في الهواء بتحل محل هيدروجين المية والحند وبتديني مع الأكسجين ثلاث أنواع أكسيد وبتكون مع الهيدروجين هيدريدات ومع الهالوجين هاليدات تمام؟ والفلزات السحنة منها لما بتتفاعل مع الكابريد بتديني كابريد فلز ومع الفوسفور تديني فوسفيد فلز وأملحها الأكسجينية معظمها بتكون سابتة حراريا وإحنا كده لخصنا إيه هي الخواص العامة لعناصر المجموعة الأولى طيب خلونا بقى نتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن مميزات عناصر المجموعة الأولى أول حاجة وجود إلكترون واحد مفرد في مستوى الطاقة الأخير إن S1 بيترتب على ذلك ما يلي يبقى أنا عندي علشان موجود في إلكترون واحد مفرد في مستوى الطاقة الأخير لعناصر المجموعة الأولى بيترتب عليه اللي جاي كله أول حاجة إن بيقع كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى دي في بداية دورة جديدة تمام؟ يبقى أنا كل عنصر بالنسبة لي هو عبارة عن بداية دورة جديدة في الجدول الدورة عدد تأكسودها جميعا زائد واحد ليه؟ لأنها فيها إلكترون واحد في مستوى الطاقة الأخير سهل جدا أنه يمشي ويبقى زائد واحد تمام؟ نشاطها الكيمياء كبير جدا لسهولة فقد الإلكترون بتاع مستوى الطاقة الأخير طيب لذلك فإن قيم جهد تأيونها الأول تعتبر أقل من قيم جهد تأيون لجميع العناصر المعروفة يبقى عناصر المجموعة الأولى جهد تأيون بتاعها قليل مقارنة بجهد تأيون بتاع جميع العناصر المعروفة ليه؟ لأن مستوى الطاقة الأخير بتاعها فيه إلكترون واحد سهل جدا أنه هو يخرج بس مشكلتي بقى بعد ما يخرج تعالوا نشوف لكن جهد التأيون الثاني فهو كبير جدا ليه؟ لأنه بيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل أي كسر النظام الإلكتروني مستقر دلوقت هنا لما الإلكترون خلاص طلع وكون لي بوستف واحد اللي هو جهد التأيون الأول خلاص بأقل طاقة ممكنة اللي عنصر ممكن ياخدها تمام؟ هو كده اللي عنصر وصل لمرحلة اللي هو الإكتمال إن يكون مستوى الطاقة الأخير بتاعه مكتمل تمام؟ فبالتالي لما أجي بقى أطلع إلكترون تاني منها اللي هو جهد التأيون الثاني بيكون كبير جدا بيكون محتاج طاقة كبيرة جدا ليه؟ لأنه خلاص هو أوريدي فقد الإلكترون اللي كان عنده وابتدى يكون مستوى طاقة مكتمل في مستوى المستوى بتاعه الأخير تمام؟ فأنا بالنسبة لي دلوقتي بكسر نظام إلكتروني مستقر وده بيحتاج طاقة كبيرة جدا فبالتالي جهد التأيون التاني بيكون أكبر بكتير قوي من جهد التأيون الأول علشان أنا كده بتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل ليه؟ لأن أنا بعد مشارة الإلكتروني الأخير بتوصل الزرى لحالة الكمال أو حالة من حالة الاستقرار طيب معظم مركبتها آيونية وآيون كل عنصر منها موجب ويشبه فيه تركيبه الإلكتروني الغاز النبيل أو الخامل الذي يصدقه في الترتيب في الجدول الدول تمام؟ دلوقتي هي عشان بتفقد يبقى معظم مركبتها آيونية وآيون كل عنصر منها بيكون موجب لأنها بتفقد وبيشبه في تركيبه الإلكتروني احنا قولنا أي عنصر بيقعد أو يكتسب أو يشارك ليه عشان يوصل لدرجة الكمال اللي هي إيه؟ اللي هي التركيب الإلكتروني بتاع الغاز النبيل الخامل اللي هو أقرب واحد ليه في الجدول الدولي تمام؟ فبيبقى آيون كل عنصر منها موجب ويشبه فيه تركيبه الإلكتروني الغاز النبيل الخامل الذي يصدقه في الترتيب في الجدول الدولي طيب هي عوامل مختزلة قوية جدا وتتميز بضعف قوة تماسك زراتها لوجود إلكترون واحد في مستوى طاقتها الخارية لذلك فهي أكثر الفلزات اليونة وأقلها في درجات الإنسهار والغيان دلوقتي احنا قلنا إن هي مستوى الإلكترون المفرد الوحيد اللي موجود في مستوى الطاقة الأخير بتاع عناصر المجموعة الأولى تمام؟ ده بيخلي في ضعف قوة تماسك الزرات تمام؟ عشان وجود الإلكترون ده في مستوى طاقتها الخارجي فبالتالي بدم هي الإلكترونات ما بينها وما بين بعضها مش متماسكة كويس أو الزرات ما بينها وما بين بعضها مش متماسكة كويس فبالتالي بتكون الرابط الفلزية ما بينهم ضعيفة فبتكون شكلها إيه إحنا قلنا لما بتكون الرابط ما بينهم ضعيفة بتكون لينة يعني طريقة خالص وصيبة وأقلها في درجات الإنسهار والغيان يعني من أقل حاجة تنتهر وتقوة تغليل ليه لضعف الرابط الفلزية بين زراتها زي ما قلنا قبل كده؟ طيب ملحوظة أهم قوة الرابط الفلزية زي ما قلنا بيحددها عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي للفلز بمعنى إيه؟ إن كل ما يزيد عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي بتزيد قوة الرابط الفلزية وأصبحت زرات الفلز أكثر تماسكا أكثر صلابة وبتزيد درجة الإنسهار والغيان يبقى إحنا زي ما قلنا قبل كده إن قوة الرابط الفلزية ما بين زرات الفلز بيحددها أول حاجة إن الزرات عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي كل ما يزيد كل ما يزيد قوة الرابطة معناه إيه؟ تزيد قوة الرابط الفلزية معناه إن الزر تصبح أكثر تماسك أكثر صلابة بتزيد درجة الإنسهار والغيان بتاعة الزر أو بتاعة العنسهار طيب يبقى استنتجنا من الدرس ده اتكلمنا عن عناصر المجموعة الأولى والخواص العامة لعناصر المجموعة الأولى مميزات عناصر المجموعة الأولى واتكلمنا عن الملحوظة الهمة اللي هي بتتكلم عن إيه اللي بيحدد قوة الرابطة الفلزية الأسئلة اللي ممكن تيجي في الجزئية دي ما هي الخواص العامة لعناصر المجموعة الأولى فلزية الأقلاء تاني سؤال ما هي مميزات عناصر المجموعة الأولى علل جهد التأيين الثاني لعناصر الأقلاء كبير جدا عناصر في لذات الأقلاء أعوامل مختزلة قوية جدا شكرا